هل قلت قصة؟ ارويها لنا هيا أبي أرجوك حسناً قصتنا لهذا اليوم عن بقرة جميلة تختلف عن الأبقار الأخرى لأنها برتقالية برتقالية؟ كانت البقرة البرتقالية تعيش في مزرعة السيد نيكر بيكر وذات يوم قفزت عن السياج وذهبت للنزهة في الحقول وفي الطريق التقى بها ثعلب فحياها بأدب صباح الخير كيف حالك اليوم؟ يبدو أنني مريضة ولست على ما يرى لذا فقد سحبها الثعلب وأخذها إلى منزله ووضعها في الفراش محمومة؟ لا أعرف هل لديك محرار؟ لم يكن لديهم إحرار فحاول بدلاً من ذلك أن يقيص حرارتها بزجاجة الحليب لكنه فشل لمس أنفها ليقيص حرارتها كان أنفها ملتهباً واو دعيني أرى لسانك شيء غريب هذا المرض جديد علي سأفقد عقلي إنه خطير تناولت الكثير من العش صار ما لدي من أدوية؟ فتح الثعلب صندوق الأدوية ليختار دواء مناسباً فوجد الصابون ومعجون الأسنان وقربة ماء ملأ القربة بالماء الساخن ليجعل أقدام البقرة دافئة لكنه فشل هل أنت جائعة؟ كلا أنا جائعة لم تتصرف البقرة كالمريض المثالي فما أن غادر الثعلب حتى أكلت جزءاً من الفراش وهذا أزعج الثعلب عودي للفراش حالاً وإلا لن تأكلي بكت البقرة فرق لها قلب الثعلب وأعد لها وجبة طعام رائعة مع شراب الزنجبيل إلى اللقاء ثم ودعها وخرج عمت مساءً وخلال نومها حلمت حلوماً مزعجاً رأت نفسها تجلس على سكة الحديد وكان القطار قادماً مباشرةً إليها ما بكي؟ انظر قطار قادم اختبان إثنان تحت السرير لقد عرف الثعلب أنها لن تستطيع النوم في الظلام لذا فقد وضع شمعة بجوار السرير وعندما استيقظت في الصباح لم تعرف أين هي كيف أصبحت اليوم؟ لا بأس نمت جيداً جيد أحضرت لك صابون وماء ساخن لتغتسلي شكراً ثم أحضر الثعلب فطوراً رائعاً مكوناً من شراب البرتقال والبيض والخبز المحمص والكاكاو فأكلت كل شيء هيا نظفي أسنانك نظفت أسنانها بالفرشاة ولمعت قرونها ثم نزلت إلى الأسفل لتنضم إلى صديقها الذي كان يقرأ الجريدة انظري إلى هذا مفغود بقرة برتقالية وهناك جائزة كبيرة لمن يجدها أعتقد أن باستطاعتك أن تعود إلى البيت بالتأكيد هذا لطف منك وعادت البقرة بصحبة الثعلب إلى المزرعة لقد كان السيد بيكر الأب سعيداً ليراها ثانية وكان مسروراً بلقاء صديقها الجديد لقد أعطاه الجائزة التي وعد بها وكانت البقرة سعيدة جداً ببراعم البرسيم والحنطة سأمتلك مزرعة عندما أكبر فيها دجاج وبط وفراخ وأبقار أيضاً